بسم الله الرحمن الرحيم نداء حقيقة ظلنا ننادي به إلى أن اليوم حقيقة وغفت الأخوان في المطار والأجهزة الأمنية هذا كان رادع كبير بالنسبة لتصحيح مسار هذه الآفة التي تقتل كثير من المواهب لأنه اليوم هذول المزورين يأخذون مكان الشباب المفروض يكونوا هم موجودين في هذه المنتخبات وطبعا هذه تأثيرها الفني تباعا إلى يوصل إلى المنتخب الوطني ولذلك نحن اليوم نشوف أننا بالفئات العمرية متميزين يأخذون بطولات والمدربين كيفين وحاصلين على مراكز متقدمة ويعتبرون نفسهم أنهم مدربين وحققهم نتائج كبيرة للعراق بالحين هي طبعا لا تعتبر نتائج ولا تعتبر إنجازات لأنها كانت حقيقة بالخداع والغش والتزوير وهذه طالت كثير من المنتخبات وكثير من البطولات لكن كانت الطامة الكبرى وين أنه اللاعب لما يصل إلى المنتخب الوطني يصل بمستوى هزيل دائما الفرق اللي قابلها هم متمرسين من أعمار صغيرة وتكون منافستهم على شكل فني متطور وامتلك الخبرة وامتلك المنافسة الحقيقية ولذلك من يكبر يصير عمره 23 أو 24 يواجه حتى أبو السبع عشرين يشوف الفرق بينه وبينه بالأعمار يصطدم اللاعبنا العراقي بهؤلاء اللاعبين في آسيا وفي عالم وفي كل مكان فلذلك هاي أثرت حتى على مستوى المنتخب الوطني وهذا التزوير هو حقيقة آفة كبيرة بالنسبة لللاعبين العراقيين ولمسمعة الكرة العراقية أما اليوم ما حدث فأني بالنسبة لي شخصيا أعتبر إنجاز كبير بالنسبة لي تصحيح مسارة الكرة العراقية والخطوة الأولى لابتعاد عن هذا التزوير واليوم سيصير درس كبير بالنسبة لكل اللاعبين والالتحاد والمداربين والمدربين وكل المشربين بالإضافة إلى هذا أبدأ أذكر أنه اليوم المدرب يقول أنه ما تحمل مسؤولية هذا التزوير لأنه اللاعبين انعرضوا على لجنة متخصصة لكشف الأعمار حقيقة الاتحاد عاقب المدرب وعاقب اللاعبين ويجب أن يعاقب هذه اللجنة لأنه كان مفروض هذه اللجنة تتأكد بطريقة وأخرى وأحنا أكدنا والإعلام والصحافة وكل المعنيين بالرياضة كان ينادون خلال هذه الفترة الأخيرة بعدم التزوير لأنه هذه الآفة تقتل المواهب وأيضا قلت من شأن الكرة العراقية وأصبحنا في صورة غير محببة والناس بدأت تمتعض من هذه الأمور حتى خارجيا عن مستوى الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي طيب سيد أحمد مع كل هذه الظروف الفنية التي تفضلت بذكرها هل كان الهدف بناء فريق كرة قدم وطني عن طريق التزوير؟ نعم سيدتي شوفوا كل الإنجازات السابقة وصلوا كأس آسيا ووصلوا للشباب والتناشئين وأخذوا بطولات وصعدوا كأس العالم والحقيقة هي غصة في نفسنا لأنه مستحقاق لأنه أخذوها بالتزوير المشكلة هم يأخذون هذه البطولات والمدرب مكيف والجمهور مكيف والناس تعتبر إنجاز للعراق وحتى بعض المرات الجمهور بدأ يتعاطف يقول لك خلي يزورون المهم إحنا نريد إنجاز يفرحنا لكن المشكلة سيدتي العزيزة أنه لما يوصل هذا اللاعب هو بعمر فارق عن الآخرين يوصل للمنتخب يفقد كثير من المهارة ويفقد كثير من المنافسة ويفقد من قوة الحالة الفنية بالنسبة للمواجهة الآخرين يعني اليوم الفرق العالمية والفرق الآسيوية والفرق العربية اللاعب من عمره 14 سنة ويتمرس إلى الثلاثة وعشرين ما أخذ إمكانية كبيرة فنية ممارسة عالية المستوى من يوصل للعمر هذا يكون هو متمرس فما يتهم المواجهات الأخرى ما يهم الأعمار الأخرى لكن لعبنا دائما وين مواجهت ضعيفة يلعب من الأصغر من الأصغر من الأصغر من الأصغر من من يوصل للمنتخب راح يلاقي قوة كبيرة أمامه راح يتفاجأ ولذلك شوفوا نحن منتخباتنا الوطنية في كل البطولات أخفاق وراء أخفاق وراء أخفاق ولذلك حال الكرة العراقية أصبح بهذا الشكل طيب ولكن هناك مسألة أخرى يعني أيضا تستوقفنا بصراحة إطلاق صراحة اللاعبين يجب أن تكون هناك عقوبة حقيقة عقوبة قانونية لا يمكن أن القانون العراقي لا يحمل عقوبة تنص على أن حيازة وثيقة رسمية يجب أن تكون هناك عقوبة على حيازة وثيقة رسمية مزورة جواز السفر وثيقة رسمية مزورة يعني وثيقة رسمية مهمة جدا هذه ناحية هل تعتقد أن هذا اللاعب عندما ذهب إلى موضوع التزوير أنه فقط وراء لاعب مدرب مستحيل وراء مجموعة مجموعة كبيرة هل يمكن أن نفتح تحقيقا أنت برأيك وانت قريب من المجال الرياضي كيف يجب أن يبدأ التحقيق مع من من هذه المجموعة هناك لمنظومة فساد كاملة اخترقت الرياضة ومنذ زمن منذ زمن نعرف ذلك ولكن الآن وضحت يعني كيف يبدأ التحقيق نعم نعم التحقيق يبدأ أيضا من الجهات الأمنية التي اختهلت لهم عملية خروج الجوازات وتزوير الجنسية وشهادة الجنسية وأيضا سيد العزيز ليس فقط تزوير إنما تزوير مثلا لاعب يجيب جواز أخوه أو هوية أخوه بعمر أقل ويلعب باسم أخوه وكثير من اللاعبين يمكن عندنا اليوم في 30-40 لاعب يلعبون سواء كان بالدوري أو يلعبون بالمنتخبات الوطنية أو بالفئات العمري هو باسمه أخوانهم هذه العملية أولا يتحاسبون عليها الجهات الأمنية شون أنا أصدر له جواز شون يطلع هذا الجواز وهو الشهادة الجنسية سأحنا لو نريد أن نطلع شهادة جنسية وأولادنا ما يحضرون يسونيها مصيبة لازم يحضروا يخلي ولدك وبناتك لازم يحضرون والله حتى يطلعوا للجواز فكيف إذا أنت اليوم لاعب وهذا يمثل بلد وسمعة بلد كيف تسمح له أنه اليوم تخرج له هذا الجواز وتطبع الهياء ويروح يسافر به فإذا دائرة الفساد ومنظومة الفساد تبدأ من الجهات الأمنية وهذا يجب هؤلاء أيضا يجب أن يحاسبوا واللاعبين يجب أن يحاسبوا والمدربين يحاسبوا واللجنة التي كشفت على أعمار اللاعبين يجب أن تحاسب وهذه المنظومة يجب أنه اليوم تكون لها درس قاسي حتى لا تتكرر بالمستقبل وأنا باعتقادي أنه اليوم يعني كل الجهات يجب أن تتخذ الإجراءات الصحيحة سواء القانونية أو التحقيقية أو الإجراءات على مستوى الاتحاد اللاعبين والمدربين طيب سيد أحمد أنت كلاعب دولي سابق شاركت طبعا في مباريات حول العالم ومثلت العراق في دول عديدة كيف يمكن لهذه الحادثة طبعا يعني أكيد الانسحاب من البطولة تم يعني كيف يمكن لهذه الحادثة أن تعكس وجه العراق الرياضي والحضاري يعني كيف سيتلقى العالم هذا الخبر هذه الفضيحة برأيك والله طبعا يعني هذه رح يصير يعني مثل على الفرق العراقية وعلى إنجازاتها السابقة وطبعا لو يردون يحققون بها كامتحادات آسيوية وبلدان يردون كانت منافسة يردون ممكن أنه العراق يتعاقب على مثل هذه الفضيحة والحقيقة يعني إحنا عمرنا يعني طبعا حتى لا أكون يعني حتى أكون منصف في هذا الموضوع في زمننا أيضا كان لاعبي مزورين لكن كانت العملية التزوير على العالم كله يعني الفرق العربية كلها تزور منتخب قطر أخذ ثاني ثاني على العالم للشباب كل اللاعبين مزورين الأوروبي كانوا بعض الدول الشرقية تزور الأمريكا اللاتينية كانت تزور أفريقيا كانت تزور لكن بعد الألفين الألفينيات ما عاد تزوير كل كل اختفت تزوير من العالم كله لأنه أصبحت الحالة الفنية هي صحيحة أكون إنجازات في الفئات العمرية ولكن الإخفاق يكون على مستوى المنتخبات فلذلك كل العالم أنا أعتقد يعني يمكن دولتين أو ثلاث دول بالعالم اليوم تزور من ضمنها العراق وعلى رأسها العراق فلذلك أنا باعتقادي هذه فضيحة كبيرة ولو يريدون يدققون بها الاتحادات الدولية ممكن أنه العراق يعاقب بشكل كبير ولكن نحمد الله ونشكر أنه اليوم صارت بهذه الطريقة وببطولة هي تعتبر ليست رسمية بالشكل اللي ننظر له ممكن أنه يجاوزوها وممكن أنه يعني تأثيرها السلبي ممكن يكون بعيد عنها إن شاء الله لكن أنا باعتقادي أنه اليوم فضيحة كبيرة وهذه راح تخلي دائما النظر للآخرين على الكرة العراقية فيه نوع من النقاط السود اللي يعني ما تستحقها ولو نشوفه إحنا اليوم سيدتي العزيزة كل النجوم النجوم اللي فعلا حققوا وأساطير للكرة العراقية هم ما مزورين حسين سعيد ما مزور أحمد راضي ما مزور عدنا الدرجان ما مزور راعد حمودي ما مزور أكو كثير من اللاعبين أيضا كانوا مارسوا كرة القدم بأعمارهم الحقيقية وكانوا أدهم إنجازات على مستوى الناشئين والشباب والأولمبي والمنتخب الوطني وبرزة وظلوا وهم نجوم في ساحات الكرة بدون تزوير ليش؟ لأنه بدأوا بدايات صحيحة وأكملوا مشورهم بالشكل الصحيح وهذا طبعا حمد ورب العالمين إنه يعزز إنه صحة كلامنا إنه دائما أنت خلي اللاعب يكون بالعمر الصحيح ولا تطلب منها نتائج وحتى الجمهور لازم تكون عندها ثقافة المتابعة التي بدون الملامة بدون تسقيط بدون الانتقاد حتى تقدر هذا المدرب ويقدر هذا اللاعب يأخذ الفترة الطويلة أو الفترة الفنية اللي يستحقها بالمنتخبات بدون أن يفكر أنه لازم يجيب نتيجة أو لازم يزور أو لازم يكون عمر أكبر هذه أيضا الثقافة إذا ما كانت موجودة عد الجمهور وعد الإعلام وعد الرياضيين أنا أعتقد هذه لهم جدا لكمال مسيرة صحيح صحيح لكن الثقافة سائدة هي حشر مع الناس سعيد وبما أنه المزورين عندنا بالجملة سياسيين وغير سياسيين فاللاعب رياضي يقول لك يا بقت علي أنا هم دخل أزور نجيب إنجاز ونقول هذه إنجازات تسجل لفلان ونطلع نضرب طلقات بالشارع بعدين وإنجاز بالتزوير جاينا هذا اليوم أحمد راضي ماذا يريد أن يقدم من ماذا يريد أن يوجه لكلمة للجمهور الرياضي العراقي عندما يشاهد هذه الحقيقة وهذه الفضيحة المخجلة حتى ما تخلي ترفع عينك بعين أي واحد بصراحة يعني ماذا تريد أن تقول للجمهور الرياضي الرسالة التي تريد أن توصلها إلى الجمهور الرياضي العراقي كي يتحرك بصورة صحيحة لكي يصلح يصلح الرياضة من طرف الجمهور الرياضي العراقي سيد العزيز في فترة قبل سنتين أو ثلاث سنوات طلعت في برنامج ومن الشرقية وأكدت على أن هذا الفريق الذي أخذ إنجازه هو مزور وأن هذا المدرب الذي يتبجح بالإنجاز هو المدرب أساءل الكرة العراقية طلعوا كثير من الجماهير يقولون أحمد راضي ضد البلد ضد الوطن هم طبعا عقليات وثقافات متعددة يعني وقسم من إذهم الكثير أيضا قال هذا صحيح الكلام أنه يجب أنه أنا اللي أريد أقوله إن اليوم أكو أخطاء إحنا كنا كشعب إذا ما تكون بينا إحنا ترى السياسي من هو اللي يجابه الشعب المسؤول الفاسد من هو اللي يجابه الناس صاحب المسؤولية واللي خطط من هو اللي يجابه بالفساد واللي عرضوا البلد لكل هذه المساوى اللي يعيشها الناس هو من إيد الناس لذلك اليوم رسالتي سواء كانت على المستوى الرياضي على المستوى السياسي على كل مستوى أنتو بيدكم يد التغيير إحنا شوف كل الانتخابات يرجعون نفس الوجوه يا أخي من الانتخاب ماذا لغير أنتو الناس اللي ما طلعت للانتخابات واللي ما صوتت للناس اللي ممكن أنه تجد فيها الخير وين راحوا ذولا راحوا انسحقوا راحوا ما عندهم مكان يلقون بأنه حتى يقدرون يخدمون البلد وشوف الكفاءات يأست مو من السياسين فقط يأست من الناس ومن انتقاداتهم ومن عدم وجودهم واليوم المظاهرات بعد يعني شنو أكثر من هذا اللي تريده أنت حتى تطلع الباب الشرجي أو حتى تطلع إلى أنه تروح تنتفض الحالة اللي أنت موجود بيها ليش قاعدين بالبيوت ليش أنت يعني هذه العقلية اللي أنت تمتلكوها أنه خلي غيري والله يطلع أنا هسا اليوم ما أقدر أطلع يا أخي كلنا احنا شعب خلينا ننتفض خلينا نغير واقع حال ترى مرير والله العظيم البلد راح في دهاليز لا يمكن العودة إلا بهذا الشعب إلا ما نغير نفسنا إحنا يلا نقدر نغير هذا الوضع اللي إحنا عايشين اللعب الدولي السابق شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذا الحصاد شكرا جزيلا الحصاد مستمر من الشرقية نيوز